استفهامات قرآنية فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح يحاوره عبد الرزاق العلاوي تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وإمام الصائمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك من برنامجكم اليومي استفهامات قرآنية في مطلع هذا اللقاء المبارك سرنا أن نرحب بضيف صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخانا الخريم حياكم الله أهلا وسهلا بك وبالأخوة والأخوات وسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم أمين استفهامنا القرآني مستمعين الكرام ورد في هذه الآية العظيمة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون شيخنا الكريم نريد أن نحدد الاستفهام الذي ورد في هذه الآية الكريمة وأدات الاستفهام الحمد لله رب العالمين وصله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالاستفهام في هذه الآية هو في قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا أداة الاستفهام هي ما الاستفهامية وقد دخل عليها حرف الجر فحذفت ألف ما تخفيفاً على ما جرى عليه حال أدوات الاستفهام المخدومة بألف إذا دخل عليها حرف الجر تحذف تخفيفاً نحو قوله تعالى فيما أنت من ذكراها وقوله تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون الله أقول نعم شيخ الكريم لو تأمننا كذلك بهذا الغرض من الاستفهام الذي ورد في هذه الآية الكريمة الغرض من الاستفهام في هذه الآية الكريمة هو التعجب وقيل التوبيخ وقيل الملامة والذي يظهر والله تعالى أعلم أن جميع هذه المعاني مما يفيده هذا الاستفهام فإنهم يقولون لجلودهم وقد ملئوا استغراباً من شهادتها عليهم بما عملوا ذلك أن الإنسان إنما ينافح بما يكون من منافحته بين يدي ربه عن أن ينال جلده وأعضاءه ما يكون من العقوبة على سيء العمل فإذا شهد عليه جلده كان ذلك من مواطن التعجب ولهذا جاء في صحيح من مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ثم يقال في ذلك اليوم الآن نبعث شاهداً عليك ويتفكر الإنسان في نفسه من ذا الذي يشهد عليه فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظمه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظمه بعمله وذلك ليؤذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي سخط الله تعالى عليه فيقول أن كنت أن كنا كنت أنافع يعني إنما وقعت المدافعة والإنكار لوقاية كنا من العذاب فكيف تكون منكم الشهادة عليه وهذا وجهه كون هذا الاستفهام للتعجب في قوله تعالى لما شهدتم علينا شيخ الكريم هذه الآية الكريمة التي تقدمت حلقتنا وذكرناها حقيقة أنها تصور مشهداً مهيباً من مشاهد الآخرة فلو تحدثنا أحسن الله إليكم عن السياق القرآني الذي ورد فيه هذا الاستفهام هذه الآيات الكريمات التي جاءت في وصف ما يكون من أحوال الناس يوم الحشر مما ينبغي أن يقف عندها المؤمن متأملاً متدبراً فإن هذا الموقف حق على حقيقته لا بد أن يكون فينبغي للمؤمن أن يتوقع أن يكون في هذا الموقف على ما يخزيه أو يوقع فيما ذكر الله تعالى من حال هؤلاء قال تعالى ويوم يحشر أعداء الله يجمع أعداء الله وأعداء الله هم كل من خرج عن أمره وحد شرعه بالكفر والشرك والنفاق ونحو ذلك مما يحد الله تعالى به ويعصى أمره فهم يوزعون يوم يحشر أعداء الله إلى النار يجمعون ليدخلوها فهم يوزعون أي يساقون ويرد آخرهم على أولهم ويحبسون ويدفعون إلى النار دفعاً أجارنا الله تعالى وإياكم منها حتى إذا ما جاءوها أي جاءوا إلى النار وقبل أن يدخلوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وهذا فيه غاية العدل أن يقيم الله تعالى على الإنسان شاهداً من نفسه قبل دخوله النار ليتبين له أنه مستحق هذه العقوبة وأنه لم يظلم شيئاً فيشهد عليه سمعه بما كان من مسموعات وبصره بما كان من مشاهدات وجلده بما كان من سائر بدنه ولذلك قال بما كانوا يعملون من الأعمال التي أوجبت لهم هذا المصير وحلتهم هذه المنزلة وساقتهم إلى هذا المآل في هذه الشهادة يثور هذا الاستفهام فيقول أهل النار الذين استحقوها بسبب إجرامهم في سمعهم وبصرهم وجلودهم وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا ذكر في أول الآية شهادة السمع والبصر والجلد لكن في المعاتبة اقتصر على ذكر الجلد قال وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا وذلك أن الجلد يحيط بالبدن كله فيحوي السمع والبصر وسائر ما يكون من أعضاء الإنسان ولذلك هو أبلغ الشهود لأنه لا يقتصر على جانب أو عضو بل يشمل كل ما في الإنسان قال تعالى في بيان جواب جلودهم قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ثم يذكرون ما كان من سيء عملهم واستهتارهم بنظر الله وشهوده وسمعه وبصره فيقول وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ما كان هناك احتياط أن يمتنع السمع من إبصاركم ولا من إدراك ما يكون منكم ولا البصر من شهود ما يكون منكم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم هذا الظن هو الذي أوردكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أن يوقعكم في الردى فأصبحتم من الخاسرين والمآل فأي يصبروا فالنار مثول لهم وأن يستعتبوا أن يطربوا العذر فما هم من المعتبين فما هم من المعذورين فقادر قطع العذر هذا يوم عظيم يوم مهول يوم ينبغي للإنسان أن يعد له العدة وليس هو أساطير ولا سوالف ولا حكايات ولا حكايات هو حقائق جميعا سنمر عليها جميعا سنبصرها كما قال تعالى وثم نترونها عين اليقين كل هذا الخبر سنراه والفاضل مننا هو من أيقن بذلك وعمل له وأعد قبل أن يرد إليه فيرد آمنا يوم العرض على الله تعالى والشهادة من الأفواه والشهادة من الجلود والأسمع والأبصار جاء ذكر نظيرها في قوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون والشهادة ويوم القيامة متنوعون فيقيم الله تعالى الرسل يشهدون على أقوامهم والملائكة يشهدون على الخلق والإنسان يشهد بعضه على بعض والأرض تشهد على الإنسان بما كان منها كما قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها أخي أين تذهب؟ أختي أين تذهبين؟ فنحن محاصرون بالشهود فأن نكون على أحسن حال ليشهد لنا يوم القيامة بما يسرنا أسأل الله أن يستعمل رواياكم في طاعته وأن يصف عنا معصيته وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة وصلى الله وسلم على نبينا محمد شكر الله لكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم عن حديثكم المبارك حول هذا الاستفهام القرآني وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا فنسأل عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يعيننا وإياكم على أهوال يوم المعاد الشكر يتواصل لأخي وزميلي مسجل هذا اللقاء عثمان ابن عبد الكريم الجويبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفهامات قرآنية فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح يحاوره عبد الرزاق العلاوي تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة